اهلا بكم اذا انت تستخدم الحاسوب لابد ان تتقن اهم برنامج في الحاسوب برنامج مايكروسوفت اوفيس وورد واللي تقدر من خلاله انشاء وتنظيد النصوص الجداول ادراج الصور وتحريكها الاطارات والعلامات المائية والكثير من الاوامر الهامة بداخل البرنامج في هذا الفيديو سنتعلم كل ما اذكر سابقا بالاضافة الى نظام مواجبات مجدول بامكانك تنفيذ الواجبات والحصول على شهادة حاسوب مترجمة باللغة الانجليزية تابع الفيديو اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو التعليمي اللي راح نتعلم من خلاله برنامج وورد خلال نصف ساعة فقط طبعا في هذه المحاضرة راح نتعلم هذا البرنامج الرائع والعملاق بشكل مكثف واحترافي في نفس الوقت ايضا راح نشرح بعض الامور المهمة اللي ممكن نحتاجها في استخداماتنا الشخصية والمهنية وكذلك راح يكون في نهاية هذه المحاضرة راح نبين مجموعة من الواجبات وطبعا هذه الواجبات يمكن تنفيذها من قبلكم حتى يتم منحكم شهادة مترجمة باللغة الانجليزية ممكن تستفادوا من عدها من خلال السي في طبعا برنامج وورد بعد ما امفتحه راح تظهر عدي هذه الواجهة لمختلف النسخ سواء كانت 2007 أو 10 أو 2013 16 19 وهكذا طبعا الواجهة سهلة جدا وبسيطة بإمكاننا أن نتعلمها بكل سهولة طبعا اول ما نفتح البرنامج عندنا هذه ورقة العمل واللي هي طبعا الجزء المهم في البرنامج طبعا هنا بالأسفل عندنا هنا علامة الزائد والناقص هذه الجزء يصغر لي الورقة عرضها ويكبر لي عرض الورقة طيب الجزء المهم اللي بالبداية لازم نتعلمه بالصفحة الرئيسية عندنا هنا هذا الجزء بهذه المنطقة عندنا هنا اتجاه الورقة ضروري جدا إذا احنا رد نكتب نص انجليزي نختار اتجاه هذا من اليسار إلى اليمين وإذا رد نكتب نص عربي ضروري نختار هذا الاتجاه اللي هو من اليمين إلى اليسار ليش؟ إن شاء الله راح نتعلم لاحقا الفكرة من استخدام الاتجاه وشن المشاكل اللي ممكن تحصل إذا استخدامنا اتجاه ورقة خاطئ طبعا بما أنه راح نكتب عربي فرح نختار الاتجاه اللي هو من اليمين طيب في البداية راح نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم راح نبدأ بيها الدورة طبعا الكتابة تتم بشكل سهل من خلال الكيبورد أيضا في حال لو ردنا نمسح طبعا عملية المسح تتم من خلال خيارين الخيار باقي سبيس اللي راح يتظهر صورة أماوكم على الشاشة هذا هو الخيار باقي سبيس يمسح وأيضا دليت يمسح ولكن الفرق الباقي سبيس تمسح من النهاية يعني إذا أجي هنا بالنهاية وأضغط باقي سبيس راح أمسح عما إذا أردنا أمسح من البداية فأمسح من خلال الدليت يعني إذا أخلي الموس هنا بالنهاية أضغط باقي سبيس أمسح إذا أرد أمسح من البداية أضغط باقي سبيس ما يمسح ليش؟ لأن الباقي سبيس تمسح إلى الخلف من النهاية إذا أردنا أمسح من البداية أمسح من خلال الدليت اللي راح تظهر صورتها أمامكم أيضا كتبنا بسملة راح نعيد النص وراح نكتب مثلا عالم بها الاحترافي طبعا هذا النص ما ممكن نجري له التعديلات والتنسيقات اذا ما نضل له طيب كيف نضلل النص طبعا نجي هنا من اليسار نحدد النص بهذه الطريقة نحدد النص طبعا نحدد كليك من اليسار ونبقى لاقطين ونحدده بهذه الطريقة ومن ثم توسيط او ممكن ننطيه الى اليمين محاذات من خلال هذا الخيار هذه هي الطريقة ايضا عدنا بهذا الجزء هنا عدنا لون النص طبعا وينما نشاهد بالحاسوب هذا السهم بجانب كل خيار معناها انه اكو خيارات اضافية مثلما نلاحظ هنا خيارات اضافية هنا عدنا خيارات اضافية هذا الجزء يعني لي خيارات اضافية طيب فاذا اجي هنا اضغط على هذه الخيارات الاضافية رح تظهر لي مجموعة من الالوان ممكن اختار اللون الاخضر او اللون الاحمر اللون اللي انا اشوفه مناسب ممكن اختاره مثلا رح اختار اللون الاحمر طبعا عدنا هنا بهذه المنطقة عدنا هنا بولت اللي تسوي لي النص غامق اي تاليك اللي تسوي لي النص مائل مثل ما نلاحظ وهنا اندر لاين اللي تضيف لي خط طبعا هذه تستخدم لي العناوين والامور المهمة بالنصوص ممتاز طبعا انها ستعلمنا جزء مهم جدا وسهل جدا ايضا بالبرنامج طيب بعد ما كتبنا النصوص ضروري كل شخص يكتب سورة من سور القرآن الكريم سورة الحميد مثلا سورة الاخلاص التوحيد اي سورة سهلة وبسيطة قصيرة يكتبها يطبعها بشكل كامل حتى تقوي بالطباع لانا السور القرآنية مكتوبة بحروف قوية وبلغة عربية سليمة بالتالي ممكن راح تكون الطباعة سريعة وممكن تسهل عليه عملية الكتابة او الطباعة طيب بهذه الطريقة تعلمنا كيفية اضافة النصوص طيب كيف انزل سطر جديد اني مثلا بهذه المنطقة وردت انزل سطر جديد اضغط على انتر رح ينزل لي سطر طيب السطر اللي ينزل هنا بالمنتصف شون اخلي نزل الى اليمين ادي هنا بالأعلى هاي المحاذات المحاذات هذه لاحظت خليلي المؤشر باليمين واكتب مثلا منصة تعليمية تقدم دورات لبرامج الحاسوب طيب طبعا هنا اذا لاحظ انه النص بولد لازم احدده طبعا التفضيل ياما اضغط عليه دبل كليك رح يضل لاما اجي اضغط هنا من اليسار كليك وابقى ضغط على الكليك واسحك الى اليمين ادي هنا انا بولد ممكن اتخلص من عد البولد اخلي نص عادي طيب البولد دائما يكون للعناوين ممكن اغير اللون اسوي اسود مثلا بهذه الطريقة طيب لو اردت انزل سطر رح انزل سطر وراح اكتب اهم دورات الحاسوب التي تقدمها منصة عالم ضهر طيب الان اريد اجري تعداد يعني اريد اعدد مجموعة من الدورات يعني ما يصير اجي اكتب مثلا دورة اكسل دورة فوتوشوب يعني افضل انه التعداد يكون بشكل تعداد رقمي طيب شون اسوي تعداد رقمي عدي طريقتي الطريقة الاولى اللي هي رح ابدي مثلا مننا بهذه الطريقة اجي هنا بالصفحة الرئيسية بالاعلى رح احدد هذا التعداد او الترقيم رح اضغط عليه هنا نكليك فقط اضغط كليك البرنامج رح ينشئ لي تعداد وراح اكتب مثلا دورة فوتوشوب بس انزل انتر اضغط على انتر من الكيبورد رح ينزل لي سطر وراح يضيف لي رقم دورة اكسل مثلا دورة مونتاج الفيديو دورة تصميم الشعارات وهكذا طيب هاي الطريقة الاولى الطريقة فانا اذا انا عندي نقاط كاملة هاي النقاط وحبيت اضيف لها ترقيم يعني انا الترقيم مو اردب دي من الصغر انا عندي نقاط وارد ارقمها شلون طبعا ايضا بنفس الطريقة هنا انا بالاعلى رح نضغط على هذا الخيار اللي هو ترقيم بعدما انا مضلل الناس رح يضيف لي ارقام طيب اذا الاحظ انا عندي هنا صار مجموعة من الارقام هنا انا عندي ارقام بيال اعلى وهنا عندي ارقام بيال اسفل لو حبيت هاي الارقام اللي بالاسفل اربطها بالارقام اللي بالاعلى اضغط هنا نقاط ايمن على اول جزء من الارقام اللي بالاسفل اضغط عليه نقاط ايمن واختار متابعة الترقيم طيب عندنا واحد اثنين اثلاثة سممكن واحد يقول انه اكو صار عدي فراغ طيب الفراغ ممكن اتخلص من عدة بهذه الطريقة من خلال backspace طيب شو نتخلص من الفراغ نجي الى هذا الفراغ نحدده وممكن نضلله بهذه الطريقة ونضغط على delete ممكن نجي نحدده click ونصعد من خلال الامور backspace وحيربط لي القائمتين طيب هذا في النسبة للترقيم اذا اريد التنقيط رح احدد هذه النصوص وبنفس الخيار هنا اعدي التنقيط هذا الجزء اختاره وممكن استخدمه بالتنقيط طيب شين الفرق بين الترقيم والتنقيط في العادة انه التنقيط يستخدم للامور الفرعية يعني مثلا ادي امور رئيسية هاي الدورات رح ارقمها بهذه الطريقة من خلال انه اضغط على ترقيم رح انزل انتر هذه الطريقة رح يضيف لي سطر جديده برقم رح ادي هنا خيار بالاعلى هذا الخيار مثل من لاحظ زيارة المسافة البادئة رح اضغط عليه وهنا صار عدي اي انا ما اريد اي اريد ترقيم ارجع اضغط مرة ثانية على النقطة دورة اكسل عدي بها ثلاث مستويات مستوى اساسي انزل انتر مستوى متقدم مستوى احترافي طيب هذا بالنسبة لدورة اكسل ادي دورة فوتوشوب هنا انا دورتين مكررات اريد امسحن اضغط دولي كليك عليهم بحيث يتحدد ان كلهم واضغط دليت او باقي سبيس طيب هسه بنفس الطريقة اريد اضيف ثلاث مستويات لدورة فوتوشوب شلون رح انزل انتر رح يضيف لشنو رقم انا ما اريد رقم اريد فرع طبعا حتى احول السطر من نقطة رئيسية الى فرعية اضغط على زيادة المسافة البادئة هذا الجزء اللي هو زيادة المسافة البادئة طيب واكتب هنا مستوى اساسي مستوى متقدم مستوى احترافي ممكن دكتور فوتوشوب بنفس الطريقة عندي دورة اكسر هنا مكررة احددها طبعا وباقي سبيس عندي هنا دورة مونتاج انزل انتر واحول من سطر الى نقطة فرعية واكتب مونتاج باستخدام دافنشي برنامج دافنشي مونتاج الفيديو باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو طيب فقط هنا مونتاج باستخدام برنامج بهذه الطريقة طيب الان هذه الامور كلها اريد اكبر حجمها ادي هنا بالصفحة الرئيسية بهذه المنطقة ادي هنا قائمة للاحجام مثلا عندي 11 او 14 طيب اذا انا ردد حجم 15 اجي اضغط هنا ما راح القي 15 فشنو راح اسوي راح اجي اضلل هذا النص هذه هي الطريقة و راح يعني اكتب 15 طبعا اجي اكتب من الكيبورد بعد ما اضلل اكتب 15 ومن ثم انتر راح يصير الحجم 15 طيب طبعا اه هذه الطريقة لو حبيت اصغر الورقة بهذا الشكل طبعا الواجب الاول الواجب الاول هو عمل هذا النص بهذه الطريقة تكتب عالم بهالا احترافي منصة تعليمية تقدم دورات قرامج الحاسوب و كذلك تكتب هاي الدورات بطريقة القائمة النقطية مع الرقمية بالطريقة الممدوجة مثل ما تعلمناها بهذه الطريقة طبعا هذا هو الواجب الاول طبعا تلتقط صورة الواجب بالموبايل وتحتفظ بها حتى ترسل جميع صور الواجبات حتى تحصل على الشهادة طبعا بعد ما تعلمنا على التنقيط والترقيم والتنسيقات النص سوف نتعلم على جزء مهم جدا ببرنامج اللي هو الاطار اضافة الاطارات او حدود الصفحة الان حتى اضيف حدود للصفحة طبعا في برنامج 2010 او 2007 نروح على صفحة تخطيط يعني بالبرامج اللي هي برامج القديمة هنا راح يظهر عندنا خيار بهذه المنطقة حدود الصفحة في البرامج اللي هي 2013 فما فوق عدنا قائمة جديدة اسمها قائمة تصميم وعدنا حدود الصفحة نفسه هذا الخيار نفسه نفسه هو كما هو نفسه اذا عدنا برنامج 2007 راح نلقى بقائمة تخطيط بهذه المنطقة واذا عدنا برنامج حديث 2013 فما فوق راح نلقى بقائمة تصميم نفس الخيار نفس القائمة كل هاي التفاصيل نفسه طيب بعد ما نروح على تصميم نجي على حدود الصفحة بهذه الطريقة مع مجموعة من الاوامر exceptionة نوعين من الحدود او الاطارات النوع الاول الذي هو الحدود او الاطارات الخطية والنوع الثاني وهذا الحدود او الاطارات السورية edge��를 وعد ثانيا طيب ادنا بهذه الطريقة ها هنا ن Region الى الاسفل بهذا الشكل ادنا مجموعة من الاطارات نصل بهذه القائمة طبعا فقط ملاحظة انه هذا الزر هذا الخيار وين من شاهده بالحاسوب معناها انه اكو مجموعة من الخيارات مخفية لابد انه نظهرها يا ما نضغط هناك كليكات على هذا الجزء راح تنزل او كليكات الى هذا الجزء راح تعله او نحدد بهذا الشكل يعني نضغط طبقة ضغطين على هاي المصدر ونرفعها مثلا راح اختار انا هذا الاطار طيب بعد ما اختارت هذا الاطار ادي اهنانا مجموعة من الخيارات ادي هنا الخيار الاول اللي هو اللون مثلا لاحظ عندما اضغط على هذا الجزء القائمة راح يضطيني اللون راح يقل لي تريد يا لون للاطار راح اختار مثلا الاحمر ادي هنا العرض او السمك راح اختار مثلا الاطار بهذا الشكل اللي هو الاطار الاحمر من نقطة 6 ومن ثم موافقة لاحظ انه راح يصير عدي اطار للصفح هذا الاطار اسمه اطار خطي ليش لين عبارة عن خطوط تأضطر لي الصفح طيب اذا اردت اتعامل وهذا الاطار اعدل اغير السمك بنفس الطريقة اروح على تصميم ومن ثم اروح على حدود الصفحة وبنفس الطريقة اختار ممكن اللون ممكن اختار لون اخر ممكن اختار هذا اللون ممكن اختار سمك اقل 5 نقطة مثلا ومن ثم موافق طيب لو اردت الغي هذا الاطار احذف الاطار من الصفحة بنفس الطريقة من تصميم حدود الصفحة ادي اهنانا على اليسار ادي اهنانا على اليمين ادي مكتوب بلا بلا يعني معناها بلا اطار في اجي اضغط على موافق رحي الغيلي الاطار طيب هذا هو النوع الاول من الاطار اللي هو الاطارات الخطية النوع الذاني اللي هو الاطارات الصورية طيب شون اضيف هذه الاطارات الصورية اجي الى تصميم ومن ثم اجي الى حدود الصفحة بنفس الطريقة وطبعا قلنا مثل ما نوهنا اذا اقدي اوفيس 2010 او 2007 رح القى هذا الخيار موجود بقائمة تخطيط وليس تصميم طيب اهنان هذا باللا علاق خاصة بالاطارات الخطية اهنان باللا اسفل اذا لاحظ عدي مكتوب رسم صورة رسم صورة يعني معناها انه نقدر نضيف اطار صوري اجي اضغط على هذا الخيار عدي هنا مجموعة من الاطارات اذا اجي اضغط على هذا الاطار رح يضيف لصورة وهي الصورة رح يكرر لياها على الصفحة مثل ما نلاحظ موافق ضاف لاطار صوري طبعا ايضا نقدر نتحكم بهذا الاطار من خلال نفس الخيار تخطيط الصفحة حدود الصفحة عدنا هنا مجموعة من الاطارات ممكن نتعاملوا اياها بشكل جميل ولطيف ممكن رح اختار مثلا هذا الاطار اللي هو اطار الوردة طيب اذا لاحظ الاطار صغير جدا شون اكبره من تصميم وحدود الصفحة عدي هنا العرض العرض المقصود بالسمك فاجي هنا ممكن ازيد طبعا اقدر ممكن ازيد بالسمك هذه هي الطريقة ممكن يصير واحد وثلاثين واعتقد هو واحد وثلاثين اقصى شيء ممتاز بعدها موافق رح يتم اضافة اطار صوري للصفحة ايضا اذا اجي الى حدود الصفحة ما اقدر اغير اللون الاطارات الصورية هي مصممة بالوان معينة ما ممكن تغير الوانها يعني ما ممكن اغير لون الوردة من احمر الى اصورة واخضر ما ممكن فقط الاطارات النمطية او الاطارات الخطية نقدر نغير اللون واضح طيب الان اريد الغي هاي النافذة بدون ان يعني اغير الاطار طبعا اذا اضغط على موافق رح يتغير يصير الاطار نمطي او خطي اذا اضغط على الغاء الامر رح يبقى البرنامج محتفظ لي بهذا الاطار طبعا فقط عدي ملاحظة هنا انا بيئة الاعلى لو حبيت انزل هذا النص كله انزله الى الاسفل اخلي الماوس هنا نكليك في بداية الناس واضغط هنانا انتر بهذه الطريقة واضغط انتر مثلا مرة او مرتين حتى انزل بي النص وارجع اضغط هنا نكليك بهذه المنطقة ورح اكتب اسمي ضرورة تكتب اسمك المتدرب مثلا بها عبدالستار طبعا انت تكتب اسمك المتدرب فلان مثلا او المتدربة فلان وهكذا ضرورة تكتب اسمك وتكبر لهذا النص طبعا رح احدده وبالصفحة الرئيسية اريد اشوفه ان يكون كبير بنفس حجم الورقة هذه الطريقة مثلا ممكن بهذا الشكل واريد اللون يكون لون اسود بهذا الشكل طيب الان عدي فراغ بهذه المنطقة حتى اتخلص من هذا الفراغ رح اجي اضغط هنا نكليك وطبعا بالباقي سبيس مثل ما تعلمنا رح اقدر اصعد رح تصعد لي النص عالم بها الاحترافي اريد حجمها يكون مثلا اربعين طيب اذا ماكو اربعين شنون اجي اختار مثلا اثماني واربعين واجي هنا اكتب اربعين ومن ثم انتر من الكيبورد طيب الان بهذه الطريقة رح اصغر العرض الواجب الثاني هو يكون بهذا الشكل كل متدرب يكتب لي اسمه الثلاثي مع اطار اطار اي اطار نمطي او خطي بهذه الطريقة واضافة هذا النص اللي تشوفوه امامكم هذا النص هو نفسه يضاب هذا هو الواجب الثاني طبعا ايضا تلتقط صورة لي الواجب وتحتفظ به مع الواجب الاول حتى بنهاية الدورة رح نبين انه كيف ترسل الواجبات وحتى تحصل الشهادة خاصة ببرنامجورد ممكن تستفاد من عدها بي اسي بي طيب الان رح نشرح موضوع جديد ببرنامجورد اللي هو الجداول الجداول من الامور المهمة جدا جدا في برنامجورد وكثيرة الاستخدام ودائما في المقابلات يسألونا عن الجداول طيب حتى امسح هذا الناس كله سهل جدا ياما اجي احدده بالاسفل واصعد الى الاعلى يعني اجي احدده من الاسفل الى الاعلى بهذه الطريقة واضغط على دليت ياما اضغط على المفتاح كونترول مع المفتاح حرف اي طبعا كونترول من الكيبورد موجود باليسار اخر زر باليسار كونترول واي من الكيبورد ويضلل الناس كله بشكل كامل واضغط على دليت طيب راح اتخلص من الاطار من خلال تصميم او تخطيط حسب النسخة ده 2007 و2010 من تخطيط وده 2013 هما فوق من تصميم اجي على حدود الصفحة واختار بلا بهذه الطريقة طيب راح ارجع الى قائمة الصفحة الرئيسية انتبه الى اتجاه الورقة انا اريد اضيف جداول عربية لابد انه اختار الاتجاه اليمين هذا اتجاه ورقة من اليمين الى اليسار طيب حتى اضيف جداول اجي الى قائمة ادراج بهذا الشكل اجي الى قائمة ادراج بهذه الطريقة وطبعا نجي ننزل الى عدي هنا خيار اسمه جدول هذا الخيار اللي هو سواء كان عربي اسمه جدول او بالانجليزي اسمه تايبل نفس الطريقة نفس الايكون نفس الصورة وطبعا قائمة ادراج اذا كان انجليزي اسمها انسيرت طيب نجي هنا الى هذا الجزء طبعا قلنا احنا هذا السهم وين ما نشوفه بالحاسوب معناها انه اكو خيارات اضافية اجي اضغط على هذا الخيار طيب عدي هنا مجموعة من المربعات وعدي هنا ادراج جدول وبعدي رسم جدول طبعا ه 1918 طيب هذه الطريقة المربعات سهلة ولكن ضروري جدا انه حاليا خلي نتركها خذ نجي الى ادراج جدول طيبux بعد ما نجي الى ادراج جدول هنا رح يطلب من عندي عدد الاعمدة وعدد الصفوف طيب شون هي الاعمدة وشون هي الصفوف رح اضيف جدول هسه حتى شرح شون هي الاعمدة وشون هي الصفوف أجي أضغط على موافق طيب إذا ألاحظ أنه هنا تم إضافة جدول هذا الجدول يتكون من مجموعة من الأعمدة الأعمدة هذه الخطوط العمودية هذه الخطوط العمودية اللي تشبه العمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فإذا هذا الجدول يتكون من خمسة أعمدة طيب كم صف الصفوف اللي هي هذه المربعات الأفقية مثل ما لاحظ هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني طيب يعني هذا كله هذه المربعات كلهن يسموهن صف فإذا هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني طيب إذا أنا أريد أضيف جدول يتكون من ست صفوف وأربعة أعمدة ست صفوف وأربعة أعمدة طيب أولا كيف أتخلص من هذا الجدول أجي أضغط على هذه الزائد هنا اللي أشوفها بهذه المنطقة هذه المنطقة أضغط على هذا الزائد أضغط عليها كليك أيسر أول مرة ومن ثم أضغط كليك أيمن على الزائد يعني أول مرة أيسر بعدين أيمن أو بشكل مباشر أضغط أيمن وعدي هنا خيار اللي هو حذف جدول حذف جدول رح يحذف لي الجدول طيب رح أضيف جدول جديد يتكون من ست صفوف وأربعة أعمدة طيب شلون من خلال أروح على قائمة إدراج ومن ثم جدول ومن ثم إدراج جدول طيب رح تظهر لهذه القائمة قائمة اللي تشوفوها أمامكم فقط أصغر الشاشة حتى تشوفوها رح تظهر بهذه الطريقة هنا رح يطلب من عندي أعدد الأعمدة أنا قلت كم عمود أحتاج أربعة في أما هنا بهذا الخيار أجي أسوي أربعة أو عادي بالكيبورد أضغط على Backspace أو Delete ومن ثم أربعة عدد الصفوف طبعاً ممكن أجي أضلله وأكتب ستة نحن نريد أربعة أعمدة وستة صفوف طيب رح أجي أضغط على موافق رح يضيف لي هذا الجدول اللي تشوفوه أمامكم يتكون من أربعة أعمدة هذا العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث والعمود الرابع أيضاً عندنا هذا الصف الأول صف الثاني صف الثالث والصف الرابع والخامس والسادس إذا ألاحظ أن هذه الصفوف سأجيبها صغير جداً طيب شون أكبر هاي الصفوف أقدر أكبرهم بشكل مفرد واحد واحد من خلال أنه أخلي الماوس على الخط الخاص بالصف رح يتحول إلى شكل مثل الزائد شوف ألاحظ الماوس بهذه الطريقة إذا أقرب على الصف رح يتحول بهذا الشكل أبقى ضغط كليك أيسر وأسحب إلى الأسفل طبعاً هذه الطريقة لتكبير حجم الصف أيضاً عدي تكبير حجم العمود نقدر نتكبر حجم العمود ونصغره بهذه الطريقة بنفسها أخلي الخط الماوس بجانب الخط وأقدر أصغر العمود طيب أيضاً عدي طريقة لتكبير الصفوف بشكل كامل عدي هنا مثل ما قلنا نوهنا هذه الزائد اللي بالأعلى طبعاً هاي ممكن نضغط عليها كليك أيمن حذف جدولنا حذف الجدول وطبعاً إذا كان عدة جدول إنجليزي ممكن تكون الزائد هنا بهذه المنطقة يعني ممكن على اليمين وممكن على اليسار بنفس الطريقة هي موجودة هاي نفسها طيب هنا أنا عدي نقطة لا ألاحظ نقطة هنا أنا أو مربع بها الأسفل أخلي الماوس عليه وأبقى ضغط كليك أيسر وأسحب لي جوه رح ألاحظ أنه حجم الصفوف رح تكبر طيب ممكن أصغر هذا الصف بهذه الطريقة أيضاً ممكن هذا الصف أصغر بهذه الطريقة عد جدول رح أكتب هنا تسلسل ورح أكتب هنا ورح أكتب هنا العاصمة ومثلاً نظام الحكم طيب إذا ألاحظ أنه النص صغير جداً طيب شون أكبر هذا النص بنفس الطريقة أجي أضلي للنص ومن الصفحة الرئيسية ممكن أختار حجم مثلاً رح أختار حجم 18 بنفس الطريقة نقدر ننطي توسيط حتى يكون متوسط بالخلية أيضاً ممكن ننطي بولد طيب أنا نسقت واحد شون أن نسق البقية بإمكاني أحدد كل النصوص وبنفس الطريقة نطيهن حجم 18 بولد ونطيهن توسيط رح يتم التوسيط بشكل مباشر طيب أرد أكبر حجم الورقة أرجع إلى الزهائد مثل ما تعلمنا سابقاً طبعاً ممكن بهذه المصطرة أنزل لي أسفل الورقة وأصاعد لي أسفل الورقة بالنسبة للترقين رح أجي أكتب مثلاً واحد اثنين ثلاثة مثلاً أربعة خمسة طيب بالنسبة لي الدولة العراق مثلاً سوريا الأردن مثلاً ومثلاً قطر عمان طيب هنانا العراق العاصمة بغداد نظام الحكم جمهوري سوريا دمشق نظام الحكم جمهوري أيضاً الأردن عمان نظام الحكم ملكي قطر الدوحة إمارة أو بأنقوسياً ملكية طيب عمان مسقط سلطنة أو سلطانة طبعاً هنانا إمارة جيد الآن لو حبيت أعدل هذه كلها أطيها بنفس خط معين وأطيها ممكن لون معين طيب أجي أضغط كليك وأضللها كأنما أضلل نص عادي بنفس الطريقة ممكن أمطيها توسيط وممكن أختار حجم 18 بهذا الشكل ألاحظ أنه صار عدنا جدول طيب عدي هذا جدول ممكن أمطي لون أحمر طبعاً أيضاً أحدده العنوان هذا وأختار مثلاً أحمر طيب أيضاً بإمكاني أنه أضلل هذا الحقول أمطيها لون آخر طبعاً دائماً يعني يفضل أنه العنوان نمطي يعني نوع لون آخر فأجي أضلله بهذه الطريقة طبعاً عدي هنا بالأعلى بالصفحة الرئيسية عدي هذا A هو ينطيني لون ينطيني لون الخط عندي هذه علامة تشي علامة القلن التفضيل أضغط على هذا الخيار وح أقدر أختار لون للخلفية خلفية الخلية طيب شنية الخلية هذا الجزء المربع يسمى خلية فأجي أحدد هاي مجموعة الخلايا ومن هذا الخيار ممكن أختار هذا اللون طيب إذا لاحظ أنه أصبح عندنا هذا الجدول جدول بسيط وسهل قدرنا ننشئه بطريقة بسيطة من خلال طريقة إدراج الجدول رح نضيف جدول آخر بشكل سريع يتكون من أربعة صفوف وخمسة أعمدة طيب نجي إلى إدراج جدول ومن ثم نختار إدراج جدول طيب نحن قلنا خمسة صفوف طبعا هذه خمسة صفوف أربعة أعمدة هذه أربعة أعمدة ومن ثم موافق طيب الآن هذا الجدول أريد أحذفه شون أحذفه؟ قبل لأن حذفه نقدر طبعا نكبر حجمه بهذه الطريقة وطبعا نحذفه من خلال هنا نكليك أيمن ونختار حذف جدول الواجب الثالث هو إنشاء جدول مشابه لهذا الجدول وطبعا كتابة هذه المعلومات بداخل الجدول وطبعا هذا صف العنوان أول صف اللون أحمر والتعبئة باللون الأصفر طبعا أيضا هذا الواجب بعد عمله يتم التقاط صورة له والاحتفاظ به مع الواجب الأول والثاني لغرض التقييم ومنع الشهادة طيب راح نشرح موضوع أيضا مهم راح نحذف هذا الجدول أيضا موضوع مهم كثيرا لإستخدام وهو إدراج صورة كيف ندرج صورة للبرنامج من خلال نروح على قائمة إدراج وطبعا من ثم نجي نختار صورة نختار أي صورة مثلا هذه الصورة طيب هذه الصورة عدنا بها مقابض مثل ما نلاحظ هنا بالأعلى والأسفل هذه المقابض ممكن نخلي الماوس ونضغط على هذا المقبض ونقدر نصغر الصورة طيب أقدر أصغر الصورة من خلال هذه المقابض طيب عندما أحرك الصورة ما ممكن أن أحركها ببرنامج جورد شون أحركها رح أضغط عليها أكليك أيمن ومن التفاف النص أمام النص طيب رح أقدر أحرك هذه الصورة بشكل مباشر رح أخليها بهذه المنطقة طيب رح أجي هنا أكتب بالأعلى المتدرب بهاء عبدالستار جبار بنفس الطريقة تكتب المتدرب أنت تكتب اسمك وطبعا بلون أحمر بولت ورح أكتر حجم خط مثلا 36 أو 48 بهذه الطريقة وطبعا هنا رح أضيف لي صورة وطبعا تلتقل صورة بي الموبايل لهذا الواجب رح يكون هذا هو الواجب الرابع طبعا هذه الواجبات تجمعها كلها وترسلها على شكل صور إلى بوت التليجرام اللي رح نرفق لكم رابطة اللي ظاهر أمامكم بالشاشة حتى نقيم الواجبات ونمنحكم الشهادة طبعا هذه الأمور هي أهم وأشهر الأمور لبرنامج جورد إذا ضربطتها أنا أضمن لك أنه أنت رح تقدر تتعلم البرنامج وتحترفه بشكل جيد إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة نلتقيكم في محاضرة أخرى ممكن نشرح بيها برنامج آخر بإذنه تعالى محاضرة أخرى